دولياً والبداية من إنجليترا حيث تمكننا ديمونشيستر يونيتد من التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابط الإنجليزية لكرة القدم بفوز على مضيف إيفرتون بهدفين دون رد سجل الهدف الأول إيديسون كافاني في دقيقة 88 وبعدها بدقيقتين تكفل أنطوني مارسيال بتسجيل ثاني هذا وسلقي الشياطين الحمر في المربع الذهبي لفقاء دولي الجزائري رياض محرز في الرابع جنبير المقبل فيما يصدم توتنهام بنادي برينتفورد